السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله التربية النيابية تحسم جدل تغيير موعد امتحانات طلبة السادس العدادي اكدت لجنة التربية النيابية ان امتحانات طلبة السادس العدادي قائمة في موعدها وقال عضو اللجنة محمود القيسي في بيان ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقلت مطالب لبعض الطلبة طالبوا فيها بتأجيل موعد امتحانات البكالورية للصف السادس العدادي او تغيير جدولها دون الاسناد الى الجهات المختصة او لاخذ بالاعتبار توقيتات التي راعت المناسبات العامة والظروف التي تمر بالبلاد واضاف ان تأجيل الامتحانات يتعارض مع انطلاق العام الدراسي لوزارة التعليم العالي وضرورة تهيئة القاعات الامتحانية والتي تحتاج تنسيقا مسبقا مع الوزارة وفق تواريخ محددة فضلا عن امتحانات الدور الثاني التي تتأجل في هذه الحالة الى شهر تشرين الثاني وبينما يكون قبول الطلاب وبدء العام الدراسي في تشرين الاول وتابع ان وقت الامتحانات يرتبط ايضا بوزارتي الكهرباء والصحة التي تتسلم المواعيد مسبقا لضمان تجهيز المدارس بالكهرباء وتهيئة الفرق الصحية التي تصاحب الطلبة خلال تلك الفترة موضحا ان الفترة المقبلة تتضمن عطر رسمية مثل عيد الغدير ومحرم والتي تصدم مواعيدها مع عملية التأجيل ربما يؤدي ذلك الى استمرار الامتحانات حتى منتصف اشار التاسع واكد القيسي ان مواعيد الامتحانات قام في موعدها الذي اعلنته الجهات المعنية لافتا الى ان على الطلب الجد والاجتهاد ليحصلوا على درجات تؤهلهم لدخول الكليات والمعاهد التي يرغبونها وان يتجنبوا الصفحات والمنصات التي تنشر اخبار مغلوطة او تسعم تسريب الاسئلة